اهلا بكم بالفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن سبب خروج مخاط بدون برازة وعلاجه المخاط هو مادة جيلاتينية بيضاء اللوني او شفافة وقد تميل الى اللون الاصفر تفرز تلك المادة من الغشاء المبطن للقولون والذي يسمى الغشاء المخاطي نسبة لتلك الافرازات المخاطية حالة طبيعية تماما لا تعتبر مؤشرا للخطر الا اذا زادت عن الحد الطبيعي وهناك العديد من الاسباب التي ينتج عنها الاصابة بتلك الحالة مثل التهابات فتحة الشراج العدوى البكتيرية الناتجة من الاتصال الجنسي الشقوق الجراحية البكتيريا الالتهابية البواسير اضطرابات حادة في القولون وعلى ذلك فان المادة المخاطية قد تخرج مع البراز ايضا وتكون صفراء اللون او بلون مشابه للون البراز نفسه اما اذا خرجت بعد التبرز منفردة فتكشف عن احد الامراض التي سبق ان اشرنا اليها تصاحبها الام حادة مثل الام المعدة اسهال مزمن امساك شديد الشعور بالانتفاخات وفي العادة ان كان السبب وراء هذا العراض هو القولون فلا يخرج المخاط أثناء النوم اما ان خرج في ذلك الوقت فيرجع السبب في ذلك الى التهاب بالبواسير شرخ التهاب في فتحة الشراج وتتزامن تلك الاعراض مع الام في المنطقة المصابة او يخرج معها دم وفي بعض الحالات عليك ان تتوخى الحذار استكون تلك الافرازات المخاطية مؤشرا خطيرا على سرطان الشراج كما ربما يكون علامة على الاصابة بسرطان القولون علاج خروج مخاط بدون براز اذا كان المخاط ناتجا عن عدوى بكتيرية يكون العلاج من خلال المضادات الحيوية والتي لا يمكن استخدامها دون استشارة الطبيب يشمل العلاج في جميع الحالات البعد عن تناول الوجبات غير الصحية وكذلك الالتزام بتناول الاطعمة الغنية بالالياف والمعادن وتجنب الاكلات الحرة والحرص على ممارسة التمارين الرياضية لمنطقة الحوض وذلك ان كان الافراز ناتجا عن مشكلات عصبية وفي حالة زيادة كميته عن الطبيعي لا بد من الرجوع الى الطبيب المعالج من اجل محاولة التعرف على السبب من خلال فحص عينة من البرازة اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وايضا تقدروا تابعونا على السوشيال ميديا انستجرام فيسبوك وتويتر